اشتركوا في القناة السلام عليكم و احنا وسهلا بكم فيديو جديد مع عمر دايزر في مؤتمر كبير النهاردة في برشلونة و قبل فعاليات MWC رسميا شاومي اعلنت عن شوية حماسية جديدة نكونت حاضر للمؤتمر و سأخبركم ما الجديد بتاع شاومي في 2019 قبل شاومي تتكلم عن اي موبايلات او اي اعلانات جديدة الشركة كانت بتأكد انها شركة ايكو سيستم الشركة عندها منتجات تانية غير الموبايلات من الاسكوتر الكهرباء التي شاومي بتقول انها تعتبر نجحة جدا فيها البروجيكتور المتطورة التي تقرد مسافة قريبة جدا من الشاشة التي تقرد عليها لللمبات الزكية لحاجات تانية متنوعة في المؤتمر اكدت انها من الشركات الاساسية التي دخلها في سباق 5G شاومي فعليا عندها موبايل 5G جاهز و سيبدأ اتباع في الاسواق بعد فترة قليلة جدا وفي المؤتمر شاومي فعليا عرضت live او المكالمة فيديو شغالة عن طريق 5G و لو دلوقتي بتتساءل ايه هو الجهاز الذي شغال مع 5G هذا هو نسخة خاصة من المي ميكس 3 ستنزل مع Snapdragon 255 والمودم الجديدة من 5G لكن بعيدا عن المعالج الجديد وطبعا موضوع 5G النسخة الجديدة من المي ميكس 3 تعتبر بنفس المواصفات تقريبا وهو سلايدر فون والسلايدر يخبي كاميرتين امييتين 214 ميجا بيكسل ووحدة 2 ميجا بيكسل خاصة بالعمر الشاشة هنا حوالي 6.4 من 10 انش من نوع AMOLED طبعا المعالج كما قلنا سنبدأ لكم الـ 155 عندك 6 جيجا بايت رام وزاكرة داخلية 64 جيجا غير الكاميرتين الامييتين مستخبئين تحت السلايدر عندك كاميرتين خلفيتين كل واحدة فيهم 12 ميجا بيكسل كانت اول مرة امسك المي ميكس 3 في ايدي وبصراحة موضوع السلايدر يعتبر لطيف جدا شاومي مستخدمها مغناطيسات بطارية ذكية فموضوع الزحلقة او السلايد بتاع السلايدر تعتبر لطيفة جدا طبعا كل التركيز في النسخة الخاصة دي هو موضوع 5 جي والسرعات الخالية لتأخذها من الانترنت مع 5 جي يعني يكون عندك مثلا اكتر من 2 جيجا بايت دونلود سبيد ودي ارقام بصراحة خزعبلية نسخة 5 جي من المي ميكس 3 المفروض ستتوفر ان شاء الله في شهر مايو يعني ما اعتبرش بعيد ابدا المفروض ان السعر هنا سيكون 600 يورو بدلا من 500 يورو للنسخة العادية ده يعطبق لحد الوقت اقل سعر سمعته لموبايل سينزل مع 5 جي بكل حيات اللي سمعتها في حدود 1000 دولار او اكتر من 1000 دولار دي حاجة اكيد كويسة جدا من شاومي بس سيبك لوقتي من 5 جي عشان نحن يدوبك في العالم العربي نتكلم عن 4 جي بالعافية خلينا نتكلم عن قنبلة المواصفات الجديدة من شاومي اللي تم اطلاقها حاليا للعالمية وهي المي 9 المي 9 طبعا هو خليفة المي 8 اكيد يعني ويأتي مع مواصفات بصراحة تعتبر خطيرة جدا اولا المي 9 بيأتي مع شاشة كبيرة ستة وربعة من العشرة انش فول اتش دي بلس من نوع امو ليد الشاشة من النظر الاولى تعتبر كويسة جدا عندك نوتش حجماء صغير ووتر دروب نوتش وعندك بيزل سوفلية كمان ولكن صغيرة جدا الشاشة كمان بتدعم ال HDR 10 وطبعا متغطية بجوريلا جلاس ظهر الموبايل كمان متغطي بجوريلا جلاس وبيجي مع الوان تبدو لطيفة جدا وفي نسخة خاصة لها نسخة شفافة بسمها تقريبا اكسبلورر اديشن الظهر الشفاف بيبين ما يبدو انه هو المحتويات الداخلية للموبايل ولكن دي مجرد منظر دي مش حاجة حقيقية مجرد حاجة كده فيك لكي تضيك منظر لطيفة بس المكونات الداخلية مش بحتاجة تستخبق ابدا لانها فعلا تعتبر كويسة جدا المي نان بيجي مع سناب داجين 255 بيجي مع 6 جيجا بايت رام وذاكرة داخلية 64 او 128 جيجا النسخة الشفافة كمان ستنزل مع 12 جيجا بايت رام وذاكرة داخلية 256 جيجا فطبعا دي مواصفات فلاكشب محترم البطارية هنا 3300 ميلي امبير مش رقم خطير قوي المي نان بيدعم الشحن السريع كوالكم كويك شارج 4 ويدعم اسرع شحن الاسلكي في العالم 20 واط على حد علمي اسرع شحن الاسلكي كان 18 واط لكن المي نان بيعلي ويوصل لعشرين واط كل ده طبعا كلام كويس جدا مي نان بيجي مع بصمة متشتغل من خلال الشاشة بصمة أوبتيكل بيجي مع كاميرا سيلفي 20 ميجا بيكسل مع فتحة عادثة F2.0 لكن الاهم من كاميرا السيلفي هي الكاميرات الخلفية المي نان بيجي مع ثلاث كاميرات تعتبر خطيرة الكاميرا الاساسية هنا 48 ميجا بيكسل رقم بنسمعه بقالنا فترة لكن السنسور هنا من تصنيع سوني ويجي مع فتحة عادثة F1.8 اما الكاميرا التانية هي كاميرا الترا وايد كاميرا عريضة جدا 16 ميجا بيكسل مفتحة عادثة F2.2 وزاويتها هنا 13 ميلي اما الكاميرا التالتة هي كاميرا التليفوتو 12 ميجا بيكسل مع فتحة عادثة F2.2 وزاويتك زوم لحد اثنين اكس طبعا حاجة عملية جدا ان يكون عندك الالترا وايد ويكون عندك التليفوتو والكامير الاساسي كمان 48 ميجا بيكسل اللي انا هتديك تفاصيل كثير جدا انا طبعا محتاجة اجرب الكاميرات وقت اكتر عشان اقدرحكم عليها فعليا لكن دي اكس او مارك اجربها وقت كفية وديها سكور 107 والسكور ده بيحط المي 9 في المركز التاني بس تحت المي 20 برو والجالاكسي اس 10 اللي موجودين بالتساوي مع سكور 109 اهيه طبعا انجاز ممتاز ومتحمس جدا اجرب كاميرات المي 9 بشكل مكسف فطبعا زي ما انتم شايفين مواصفات المي 9 تعتبر خطيرة جدا مواصفات فلاكشيب راسمي لكن ماذا عن السعر على مواصفات الموبايل السعر بصراحة يعتبر مفاجأ المي 9 يازل بسعر 450 يورو يعني ما يعادل حوالي 510 دولار وده سعر ممتاز واللي بيديع بسعر اغلى سعره بيبدأ من 500 يورو في اوروبا وطبعا مواصفات المي 9 تعتبر اقوى بفرق كبير طبعا مع سعر زي دولة او ركزت شوية اكيد هتلاقي شوية التنازلات يعني المي 9 مش بيجي مع مقامة غبار وماية مفوش مدخل 3.5 ميلي ومفيش مكان لسدي كارد لكن بصراحة مزلت شايف انه هو يعتبر موبايل قوي جدا خصوصا قدام السعر ان شاء الله خلال الفترة اللي جاية نتجرب الموبايل ونعمل ريفيو كامل عنه لكن من دلوقتي اقدر لكم تقدر تتحمس فعليا للمي 9 دي كانت كل حاجة عرضتها شاومي في مؤتمر برشلونة 2019 ان شاء الله الفترة اللي جاية حيكون فيه مؤتمرات كتير وتغطيات كتير فاتأكد انك تكون مشترك في القناة ان شاء الله جرس التنبيات عشان نصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول وبس لو عايقوا الفيديو لا تنسوش اللايك عنيف شوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي سلام